يعني احنا بنسمع بعض باغذية مصنعة او معالجة ولكن فيه الاختر وهي الاغذية فائقة المعالجة يعني مرب اكتر من مرحلة في التصنيع منها طبعا الخبز الابيض الشيبس المشروبات الغذية الحاجات الحلوة او اللي هو الملبس والسكاكر والحاجات دي حلويات شوكولاتة بسكويت الكعك برجر فطير عد عد وكل ده تخيلوا مش بس بتسبب السمنة انما بتسبب حاجات تانية كتير او اخطر كشفت عنها دراسة اوردتها صحيفة الوشنطن بوست قالت ان الاغذية دي بتأثر على الدماغنا ومستوى تركزنا والزاكرة وكمان خليلي اللي تبين انه هاي الاغذية اللي هي فائقة المعالجة بتحتوي على مكونات غير مستخدمة بالطبخ المنزلي يعني عم نحكي نحن عن مواد كيميائية وملونات ومحليات لتحسين شكل الطعام او طعمه او ملمسه وهالشي بسبب امراض السمنة وغيرة كتير كمان احنا قلنا اصلا الاكل اللي كل الناس بتحبه يعني رايب احنا عشان نتكلموا اكتر عن الاطعمة دي يا جماعة معانا طبعا اختصية التغذية كريستل بيدرسيان يا كريستل اهلا 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 كبير جدا جدا يعني عادة دكتر من مرحلة صح نحن عادة منقول بروسست فود اكل مصنع بس هو مش البروسست فود المدير المدير هو الالترا بروسست يعني لما بيكون مصنع كتير شو يعني هن الاكل مقصمين لاربع اقصام عنا الاكل غير مصنع يعني فواكة خضرة لحوم اسماك او مصنع كتير بسيط وعنا الكاتيجوري التاني او المجموعة التانية والتالتة هن الاكل المصنعين يعني تم تصنيعهم ولكن مش بشكل كتير كبير ما نضفلهم مواد كتير كبيرة او نضفلهم مواد اراد نحن بنستعملها بالمطبخ مش شيء كتير غريب عم نحكي هون عن المعلبات فيها تكون تونة او فيها تكون خضرة عم نحكي عن الزيوت النباتية زبدة السكر والملح دول تمام اللي موجودين عندنا دول صح نوصل لرابع مجموعة اللي هي اللي عم نحكي عنا اليوم الالترا بروسست تم الشغل فيها كتير يعني نزاد لمواد كتيرة عم نحكي عن مواد كيمائية مواد بتغير الطعمة مواد بتغير الشكل سكر سكر استناعي أكيد عم نحكي والليستة كتير طويلة هي بكون هيدول المواد من خمسة لفيها توصل للليستة لخمسين يعني احنا ازل نقرأ على البرودكت منلاقي شيء أربعين خمسين يعني كل ما نلاقي العدد بيزيد نبعد عنه كل ما بيزيد العدد وكل ما بتشوفه أسامة كتير غريبة انتوا ما بتستعملوها بالمطبخ أو بالطبخ هيدا بيعني انه كتير زيدين لون مواد حافظة تحتى يطولوا الاكسبايري ديت أو الصلاحية هي يعني إلا طريقة ليش عم بيعملوها بهذه الطريقة سنتين على الشرف وما حدا داري فيها شيء يعني ما بيقولك المعلبات طول ما المعلبات موجودة في المطبخ خلاص انت في أمان خلاص عن جدد خلوهم بالتدخيطة طيب السؤال هو انه هيدا الكاميكيلز اللي عم تحكي عنها بتقول الليست طويلة كاميكيلز قول الكاميكيلز شو أثار على صحة الإنسان عنده كتير تأثير أول شغلة نحن منفكر زيادة وزن هيدا أكيد واحدة من القصص الأوبيسيتي لأنه فيهم دهون عالين وسكر عالي ولكن كمان دراسات فرجت أنه هالأنواع من الأكل عم بتزيد السكر مشاكل بالقلب مشاكل ضغط بتزيد حتى مشاكل النوم وحتى عندها تأثير على الدماغ يعني طريقة تفكيرنا والفيلينجز تبعنا بيتغيروا عم نحكي هنا عن قلق عن تقلبات بالمود عم نحكي عن انكزايتي كل هيدول القصص هيدول البرودكت بيقدروا يزيدوا النسبة يعني تقريبا إذا نحنا 30% من أكلنا حسب الدراسات أكيدة إذا 30% من أكلنا عم بيجوا من هيدول الأنواع من الأكل الأمراض النفسية بتزيد 40% يعني نحنا عم نحكي أنه لعبة جب الهرمونات كمان إذا نحنا عم نحكي أمراض نفسية أكيد لأنه نحنا دماغنا عنده بيفروز مواد كيميوية مثل دوبامين وسيروتونين نحنا الأدتبز اللي عم بنزيدوا بهالأكل بلخطه هيدا التركيبة أو الإفراز الطبيعي للدماغ من هون اللينك بين ليش هالأكل عم بأسروا على الدماغ أولا من وراء الزيادات الأدتبز اللي بيلعبوا دور للفرز لدماغ ما بيصير بقى مزبوط والزيادة لأنه عم بيلعب السكري عم بيلعب الضغط فنحنا الدم ما بيوصل بشكل طبيعي على دماغ بالتالي ما بيوصل المواد الصحية اللي نحنا بدنا إياها تنفكر مزبوط تنروق وتحتى يكون التفكير مزبوط يعني إحنا بنضمر نفسنا طيب هل في عمر معين خلينا نقول إن كلنا بنأكل مواد مصنعة وكلنا في البيوت ما شاء الله يعني البيوت لا تخلو يعني إحنا نتكلم عن الحمص تحديدا اللي إحنا جبنا سيرته اللي هو بيبقى موجود في كل البيوت ده اللي هو المعلب تحديدا يعني هل في عمر معين إن أنا لو بدأت شوية أو مش بدأت يعني حتى في البيت بدأوا إن هما يأكلوا أولادهم مواد مصنعة ومواد غزائية مصنعة يخفف شوية من الأعراض دي هلأ دايماً لولاد والمراهقين هن الأكتر شي عرضة إنه يتناولوا هالأنواع عايزين بأن نقفلها عليهم دي غرب يوصلوا الماركتنج طبعهم هن الولاد والمراهقين إن كان الألوان وإن كان الماركتنج على التلفزيون أو وين ما كان فهن عرضة أكتر شي يستخدموا هيدول الأنواع من الأكل أكيد إن إحنا كلمة منزيح شوية عن الأكل كتير مصنع ومنجيب المصنع يعني منحضر قصص معينة بالبيت منكون عم نساعد الولاد نحن ما عم نقول إنه ما نتناول نهائياً وما نعطيهم أبداً لا البسكتس ولا تشوكلتس بس إنه فينا نعمل كمان كيك مرات بالبيت أو فينا نحضر قصص بسيطة بالبيت أو حتى فينا مرات نعطي فويكة أو مكسرات أزا سناك يعني مش دايماً يفكر الولد إنه السناك طبعي هو بسكت خالص أو شي معلب وأنا بدي أفتحه لا بنفكر بالقصص الطازجة أكتر والقصص الأقل تصنيع دا حلاوة طب خير نحكي شوي يعني نحن كمان بنشوف عم نقول إنه نعمل كيك بالبيت أو نعمل إشياء بالبيت كمان بنشوف طحين أو مكونات أساسية عم بيكون فيها كميكلز بس المواد اللي بتكون بتكون شوي أغلى فشو نصايحك لهذا الموضوع؟ هيدا النقطة كتير مهمة ومنشان هيك هيدول الأنواع من المنتجات عم تنبيع بشكل هائل وعم بزيد الاستخدام لأنه سعره نواطي والبروديوسر ربحهم كتير كبير يعني ها هي نحنا المشكلة الواقعين فيها ولكن الفويكة والخضرة القصص الطبيعية ما ضرور نروح صوب الأورجانيك يعني الأكل العضوي نحنا ديماً منقول كأخصائيين نحنا مش بحاجة إنه نشتريه نحنا فينا نكون عم ناكل بشكل صحي من دون ما نكون عم ناكل أورجانيك الفويكة والخضرة فيها شوية تلعب دور إذا بدي مع هيدول البروداكت لأنه سعره معقول بس ديماً ننتبه إنه أيما كلمة رح يوط السعر كلمة فكروا مرتين إذا هيدا النوع من الأكل جيد ولا مش جيد فينا نعرف من البرايس إنه شو عم بيناعطانا صح أقل للكمية يعني بدل ما أجيب كمية أكتر أجيب كمية أقل من الغالي والله يعني أنا ابتدت مع الألبان تحديداً إن أنا أعمل كده يعني أنا أبعد خالص على اللاكتوز والكلام ده كله وأجيب الحاجة دي طيب إيه الحاجة؟ أو إيه المواد المصنعة أو المصنعة قوي يعني اللي أنا لازم أبعد عنها في الحال الكاتيجوريز هي كتير كبيرة مثل ما قلنا حسب كم مادة زيدين على هيدا البرودكت كل ما بتصير سيء فإذا نحنا بدنا نتناول هالمنتجات نتطلع على اللايبل على الملصقات ونقرأ إذا طولت كتير بدي أتجنبها إذا كانت تقريباً خمسة لعشرة مادة يعني بنائية فأنا زيت البرودكت قارن نوعين لأنه أنا بدي قارن على شي تاني يعني من النوع اللي أنا بدي وبالتالي بعمل القرار لأنه كتير صعيب هيك نقلهم للأشخاص شو بتكون تاخدوا بس فكرة كم فيه على الملصق هي طريقة كتير هاينا تنقدر نعرف شو النقه وشو ما النقه يعني قدي بتحسي نحنا مدارسنا يعني ركزت على هيدا الموضوع ركزت على الموضوع إنه في عندك الخضرة وعندك الخضرة والترا بروسس لا سقافة التغذية بالضبط يعني السقافة التغذية يعني قدي بتحسي منتشرة هلا هلا أكتر وأكتر عم بيزيد التوعية وهيدا شي منيح بالكافيتيريا بالمدارس عم ينتبهوا شو عم بينبيع وعم بينعمل شوية انسبكشن عم بيمشوا على الجايد لاينز لهن من الخارج تحتى نكون عم بنقدم الأكل الصحي ولكن بيبقى إنه فيه أكل معين من منقيش ودونت ما فيه مهرب منه خاصة طلبها الولاد فنحنا كلما منواعي كان التوعية من قبل المدارس ولما منقول توعية مش بس بالكافيتيريا شو عم بنقدم نعملهم توعية للولاد نفسرهم أكتر لأنه هي لما تفسر للولد ويعرف شو عم بفوت على جسمه بركب يستوعب أكتر من ما أنه بس نقول له هيدول ما تكلهم ولا مرة هيدا ما تاكل منها رح تنفع لا للولاد ولا للكبار وأكيد التوعية على التليفزيون من خلال مثلا برنامج تبعكم اللي هو كتير تارجت هيدول الشباب بهالعمر اللي هن رح يكونوا الأدالس الجنريشن جديدة واللي عم نعملها توعية طيب لو أنا بحضر اللانش بوكس بتاعي وأخذه معي وأنا راح أجمع أو أخذه الشغل أو عندي في البيب يحضره إيه الأكل المثالي اللي يكون موجود في اللانش بوكس من وجهة نظرك أكيد لازم يكون فيه هفضل عن بيتين والله حاجة لازم يكون فيه فويكة وخضرة إذا بنا نتخيل اللانش بوكس طبعنا أو حيالله صحا عمنا إيه قدامنا نصه بده يكون بروتيين ونشويات والنص الثاني فويكة وخضرة هيدا هي التقسيمة ما في شيء أكتر من شيء لا النشويات يعني عنا صحا مع كارونة وأنجأ حاطين شقفة لحمة أو جيش ولا العكس أنه أنا عبيه كل لحمة وجيش ومش حاطة أبدا نشويات نصف بروتيين نصف نشويات بيرجع عنا خضرة أو سلطة مش ديما نروح صوب السلطة ما بنحب السلطة فينا نحط خيار بندورة كرازية وزيادة حبة من الفويكة وفينا نقسم أنه مرة أو مرتين بالجمعة ناخد شيء ألترا بروسس نحنا نكون قريين الملصق أنه مثلا خمسة مكون نعدلكو حاجة شكرا كتير إليك كريستال يعني الموضوع مخيم نتمنى بس أن نحن نتعز نتبع تعليمك ترجمة نانسي قنقر شكرا